هنروح لكرة السلة رجال تبعنا طبعا على شاشة قناة النادي الاهلي مباراة قبل النهائي او دور الثمانية نقاسف مع نادي الزمالك فوزنا عليها في فرق 24 بونت فوزنا كبار وصغرين اليوم التاني اللي بعدها على طول او المشاركة اللي بعدها على طول النادي الاهلي فاز في المرتبط ويخسر في الفريق الاول ولكن طبعا كان فيه كابتن اشف توفيج زي ما صرح لنا بعد الماتش انه بعد مباراة المرتبط لو فاز المرتبط هي ريح ويعمل روتاشن او يلفف المشاركة على كل اللاعبين عشان يضمن طبعا مشاركة اكبر عدد ولكن الحقيقة المباراة شاهدت غياب اربع لعبين يمكن شاهبة ايهاب امين عنده اجهاز